موسيقى التدريب الدائري هو مجموعة محطات المحطات دي بتبقى فيها أوزان برضو مختلفة ومجموعة تدريبات مختلفة بتهدف ان احنا ندرب الجسم كله من فوق لحد تحت فيه مميزات فيه جدا التدريب الدائري ان انت دايما عشان بتخيف تتمرن لوحدك او ما بترتاحش او بتزاق تتمرن لوحدك فهنا الحصة دي بيبقى فيها مجموعة ناس كتير بيبقى فيها بقى نوع من الروح التشجيع روح ان انا عايز ازوق نفسي اكتر في الحصة في المخطة لانا اشغال فيها بشوف اللي جنبي شغال اكتر فبعايز اعمل زيه مزيج حلو من الكارديو من الويتليفتنج من البيعاتي كمان فبنكون كتير بالصف وميوزيك عالي وهيك كتير بيحمس مميزات تانية مثلا في التدريب الدائري انه الناس بتتعرف على بعض بيبقوا اصدقاء فبتبدأ بتخلق روح من روح الكميونيتي اللي هي مجموعة بيبقوا ممكن حتى كمان يخرجوا مع بعض ويتقابلوا قبلها بعض اللي بيخليني ارجع هو انه اي ريلي فيل دفرنس يعني انه حتى يعني بعد يومان اكيد نتعب ونعضل وكذا بس انه اتس ريلي ريلي هالفل ان ترى دفرنس يعني وذن 2-3 ويكس ماكس هنا احنا شايفينك بتعمل ايه صح وايه غلط هنا بنا بنستخدم موز وتقنيات مختلفة وحركات مختلفة كتير علشان تساعدك ان انت تتطور جثمانيا فدايما عين عليك انت لو مش عارف اي حاجة احنا عنعرفك كل حاجة فدي مست التدريب الدائري على ان انت تروح عن اي مكان تاني تشتغل لوحدك فيه للمزيد معنا هنا في الستوديو مدرب الياقة البدنية احمد صرايا صباح الخير كابتن احسن صباح النور ازايكم بداية يعني شفنا تدريب دلوقتي لا يستهان به على الاطلاق يعني شكله مش سهل خالص عموما اول سؤال يعني بيجي في بالي اول ما يشوف تمرين زي ده هل النعدة من التدريب بيصلح لكل الناس ولا في ناس من المفروض هما يتجنبوا النعدة من التدريب لا التمرين ده بيصلح لكل الناس بس قبل طبعا دما الناس بتي عندنا التمرين بنسألهم لو كان عندهم اي انجريز او اصابات لو في حمل او في اي حاجة فبنبعد تماما عن الاصابات اللي بتبقى موجودة ولو في اي موف معينة في التمرين بننصحهم او بنديهم تمارين مختلفة عشان يعملوا عشان يبعدوا تماما عن الانجريز دي لو هي انت بتقولي هل تسطح لكل الناس يعني انا واحد لسه ببتدي واحد بقاله سنة سنتين بيتمرن ايه الفرق؟ الفرق ان ده هيتمرن هيعمل في التمرينة هيعمل تلاتين عدة وده هيعمل عشرة عدة ده هيعمل مجهود كبير وده هيعمل مجهود كبير لحد اما بخطوة بخطوة بيبتدي اللياقة البدنية والاندورنس بتاعتك بتزيد فبتبتدي تتطور في التمرين طب هي التمرين بتكون سابتة بكل مرة او بتتغير؟ دايما بتتغير لازم تتغير عشان الجسم نفسه بيحفظ الجسم عامل زيك بالزبط فلازم تغيري في التمرين عشان يبقى فيه تنوع ويبقى فيه تغيير او يبقى فيه نموه في كل العضلات الجسم انتو بتغيره؟ اه نفس السؤال نفسي هتغيره كل ايه؟ بتتغير كل يوم يعني ممكن تغيري التمرين كل يوم كل يوم فيه ديزاين مختلف وكل يوم فيه طريقة مختلفة حتى لو احنا بنعمل تمرينة معينة او عندنا سكاجول او جدول ماشي طول الاسبوع كل تمرينة مختلفة على التانية وكل تمرينة لازم يبقى فيها الميكس او الدزاين بتاعها مختلف عن التانية يعني على اي اساس بتختاروا مثلا نوع التمرين اللي موجود يعني هشوفنا فيه محطات زي ما كابتن طارق الف في التقرير محطات معينة بيعدي عليها الشخص اللي بيتمرن على اي اساس بتختاروا تدريب في كل محطة من المحطة ديه؟ اختيار التمرين بيبقى دايما ان انت متوصلش للاجهاد العضلي ان انت متقدرش تكمل التمرين مثال ان انت هتعمل في اول محطة او الجزء العلوي من الجسم والمحطة اللي بعديها اللور بادي اللي هو الجزء السوفلي من الجسم هتفضل تقدر توصل للتمرينة كلها من غير ما تحس ان انت مش قادر تكمل التمرين وعندنا تمرين تانية يعني ممكن نركز على عضلة واحدة طول التمرين كله بس برضو بتبقى اجزاء مختلفة يعني مثلا عندي فيه يوم معين انا بركز على الكور او البطن او الابس وهي مشكلة اصلا ان عضلات البطن مشكلة لكتير عالم وعشان كده احنا ركزنا عليها طب هنا لا بيعتبروها مشكلة يعني وكيف الواحد الحل طبعه يعني والقصة كلها ان الناس فاكرة ان احنا عشان نطلع عضلة البطن انا لازم اتمرن بطن هي تلات اجزاء مع بعض اول جزء الاكل زي ما انت قوتي بالظبط ودي بنسبة من خمسين الستين في المية اصلا اصلا لان انت كلنا عندنا سيكس باكس وكلنا عندنا عضلات البطن بس هي نسبة الشحوم اللي حواليها هي المبينة والدليل على كده ان فيه ناس بتبقى مش مليانة او رفيع بتبقى العضلات واضحة وصريحة فده الفرق فاول حاجة الاكل تاني حاجة الكارديو او اللي هو الهيت او الايروبك او الايروبك او الايروبك او السيركيت ده الكارديو بتاعها سواء جاري سواء سباحة سواء الهيت ترينج او السيركيت والجزء الاخير بيبقى تمرين البطن احنا كلنا فاكرين ان هو تمرين بس وعمالين نحرط في مكان البطن ومن البطن برضه مبتطلعش ما هو بالظبط ما هو عشان كده الناس ليس ان تفهم ان هما تلات اجزاء مع بعض والعضلة البطن هي اونس اقل حاجة ده معناه كمان ان الاكل مهم جدا خليني اسألك بقى عن التغذية ايه النظام اللي انتو بتنصحوا بيه واللي ممكن هو يتماشى مع النوع ده من التمرين او السيركيت ترينج بص هو الديبنز انت او يعتمد انت عايز تعمل ايه او عايز توصل بجسمك ليه بس لو احنا بنتكلم على نظام غذائي ان انت تنزل الشخوم من جسمك او عايز تخص بننصح بكذا طريقة منها الست واجبات لان انت بتاكل واجبات كتيرة فنسبة الحر او الميتابوليزم بتاعتك بتزيد فده رقم واحد رقم اتنين اه بنتكلم على السيام التقطعي او الانترميتن فاستين وده ناجح بنسبة كبيرة جدا وبرضو سيام رمضان بينجح بنسبة كبيرة كيف يعني السيام التقطعي؟ السيام التقطعي اللي هو انت بتاكل لمدة 8 ساعات فقط لغير اه بدأنا مثلا من الساعة 10 الصبح اخر واجبة بتوصل جسمك بتبقى الساعة 6 صعب بالنسبة ايه صعب انا فكرة انا جربته قبل كده ومش صعب انا فكرة هو هي القصة كلها ان انت بالزبط اول يوم او يومين بتبتدي تتعويدي او جسمك بيبتدي ياخد التغيير او الشاق وبعد كده جسمك بيتعاود عادي انا يمكن اللي الصعب كان بالنسبة لي هو اختيار زي الواحد يختار الاكل اللي المفروض ان هو يكله خلال الساعات اللي مسموح فيها بالاكل يعني بيختار على حسب نوع الاكل ولا طريقة الاكل ولا بيحسب سعرات حرارية الواحد يختار ازاي هو كله مع بعض اول حاجة انت لازم تعرف انت عايز تعملي عايز تنزل نسبة الفات او نسبة الدهون اللي في جسمك وعايز تزود النسبة العضلية او الكتلة العضلية عندك او عايز ان انت تنزل الفات عمتا وبعد كده هتبتدي تركز فاول حاجة لازم هتعرف السعرات الحرية المطلوبة منك ده رقم واحد رقم اثنين هتعرف النظام الغذائي بتاعك رقم ثلاثة لو انت عايز تزود الكتلة العضلية فانت هتاخد بروتينات اكتر من الجزء بتاع الكربوهايدرويت طب كلها تم نسمع عن اليوم اسمه تشيت ميل اللي احنا بنقدر ناكل فيه لبنية هل هذا صحيح انه احنا بنقدر خصص يوم نقدر ناكل فيه وين كان عن جد امتا وقبة احنا قلنا وقبة مش يوم حولتي اليوم لاني انا راح بالي صراحت بال لما انت بتعمل يوم بتاكل فيه اللي بدك يا هي هي هتبقى وقبة يعني كل يوم كل يوم لا مش كل يوم هو بيبقى يوم واحد في الاسبوع ومش مناسبة لكل واحد يعني مش هنصح بيها كل واحد انه يبقى ليه وجبة في كل اسبوع برضو يعني عندك فيه حد لا عايز يخص جميل فلا هقوله لا قلل قصة الوجبة واجبة الغش دلوقتي مش عايزها دلوقتي خلص وبعد كده هنعملها بعدين ليه بقى احنا بنعملها واجبة الغش دي عبارة عن انت لما بتيجي تشتغلي كتير بتبقي محتاجة اجازة عشان ترفرش وتعملي ريستركشورينج او جسمك يهدى تماما من السترس اللي عليه او الضغوط عليه بعد كده ترجعي تنتجي اكتر هي دي بالظبط انتي بتعملي بترضلي ماشية في ضايت او نظام غذائي معين بترضلي مكمل عليه مكمل عليه الجسم بيحفظ فتبقي عايزة تعملي ريستركشورينج فهي دي الوجبة بتاعتي طب انا عايز اسألك عن الوجبة بتاعتك انتش خاصيا اللي قلتلي عليها برا الهواء لان هي بصراحة ما تتنسيش قلتلي بتاكل مرعبة مقلية وبيتزا وهمبورجر وكل مرعبة ودوناتس مرعبة بوس واجبة مرعبة بس ليه انا بعمل كده اول حاجة لان انا اي حاجة انا بيبقى نفسي فيها بكلها في خلال الساعتين اللي انا باكل فيهم دول عشان ما يبقاش انا نفسي في اي حاجة ده رقم واحد رقم اتنين انا عايزة اعمل زي ما انا قلت لجسمي وعايزة تديله جزء وعايزة اغير في النظام بتاعه رقم تلاتة وده المهم جدا ان انت لازم توصل للمرحلة ان لا انا مبسوطة انا عملت كل حاجة طول الاسبوع انا خلاص ايفولفيلد كل حاجة انا عايزة كلمة واحدة احنا نقدر نعمل زيك طبعا كلنا ممكن نعمل كده كلنا ممكن نعمل كده بس اما نوصل لمرحلة ان احنا خلاص نظام الغذائي بتاعنا ثابت ونوصل لمرحلة ان دي كونسستنسي اول الاستمرارية فممكن نبتدي نعمل كده لكن لو احنا لسه نبتدي لا بانصح في الاول ان هي تبقى باستشارة مدرب ان هو يبقى عارف امتى يديلك الشيط احنا دائما مشكلتنا في موضوع الاستمرارية دعو هموان شكرا جزينا لعوجودك معانا مدرب الياقع البنانية احمد هرايا شكرا شكرا